العلاقات الاجتماعية ونظن أن أطفالنا ملكية خاصة لنا لذلك بعد تضحياتنا في تربيتهم خاصة في الأعوام الأولى نظن عليهم بالحرية ليعيشوا حياتهم ويتعلموا من تجاربهم وعندما يكون أطفالنا رضع نفعل كل ما في وسعنا لحمايتهم وتنفيذ كل رغباتهم ولكن مع مرور الوقت تزداد قدراتهم ويرغبون في الاعتماد على أنفسهم وهنا التصرف الأمثل هو أن نتراجع قليلا وننسحب حتى يتمكن أطفالنا من أداء المهام المختلفة ولكن هناك الكثير من الآباء والأمهات خاصة الأمهات التي يربطن بين مدى اعتمادية أطفالهم عليهن وبين قيمتهن الحقيقية كأمهات وتتسرب هذه الأفكار المعطوبة لمناحي أخرى حتى تشمل علاقات أبنائنا الاجتماعية أيضا ويتعلم الطفل تكوين وإدارة علاقاته الاجتماعية عند احتكاكه بالآخرين في المدرسة أو في أماكن اللعب أو في التجمعات وكما نسعد عندما يستطيع طفلنا ارتداء ملابسه بنفسه علينا أن نسعد عندما ينجح طفلنا في تكوين صداقة جديدة نعم علينا في بعض الأحيان أن نساعده خاصة إذا كان طفلنا خجولا أو يرهب اتخاذ الخطوة الأولى ولكن علينا أن نترك له بعض المساحة ليعتمد على نفسه فالأطفال الذين لم يعتادوا على وجود الغرباء قد يشعرون برهبة عند وجودهم في تجمع عائلي وفي وجود عدد كبير من الغرباء الكبار وأعتقد أننا الكبار نجهل كيف نتعامل مع أنماط مختلفة من الأطفال فعندما نكون ضيوفا في بيوت أصدقائنا لا أدري ما الذي يجعلنا نتوقع أن يتعامل معنا أطفالهم بكل لطافة ويسارعون لعقد صداقات معنا منذ عقود طويلة كان الأطفال يكبرون في بيت العائلة محاطين بأبناء وبنات عمومتهم متمتعين بحنان الجد والجدة ومنفتحين على الجيران ولكن حياتنا الاجتماعية تطورت فأصبحنا أكثر عزلة خاصة في الأسر الصغيرة التي عاشت مغتربة في دول عربية أو أجنبية لذلك واجب علينا بناء شبكة من العلاقات الاجتماعية لتعويض هذه الإنعزالية التي حتمتها علينا ظروفنا الاجتماعية المتغيرة منذ عامين انخرطت في مناقشة افتراضية مع أحد أساتذتي على الفيسبوك لهجومه الشديد على الأمهات التي يذهب أطفالهن إلى دور الحضانة ولأنني ربيت طفلاي في الغربة فقد أرسلتهما إلى دار الحضانة من سن التسعة أشهر وقراري هذا لم يكن نابعا من كوني امرأة عاملة فحسب ولكن لكي أعطي طفلاي الفرصة للاحتكاك بالعالم الخارجي ورغم خوف الكثير من صديقاتي على أطفالهن من حدوث العدوى وانتقال الأمراض أو سوء معاملة المربيين في دور الحضانة لأطفالهن أو عدم قدرة أطفالهن على التعامل مع الأطفال الآخرين الأشرار لم أسمح لهذه المخاوف أن تدفعني لحبس طفلاي في المنزل وعودت ذلك بأن أصبحت دقيقة الملاحظة لأي تغير يعتري طفلاي ولكن في نهاية المطاف على كل أسرة أن تتخذ القرار المناسب لظروف الأسرة وقناعات الأبوين وفي عمر الخامسة والسابعة اشترك طفلاي في أول معسكر صيفي للأطفال في حياتهما وقضي أسبوعا كاملا بعيدا عني وعن أبيهما واختيار المعسكر لم يكن بالمهمة السهلة فقد بحثت لشهور عن أحسن معسكر للأطفال وتحدثت إلى المشرفين وقمت أنا وزوجي بزيارة المكان ورغم أن المعسكر كان تابعا لكنيسة مسيحية ونحن مسلمين لم أخشى على طفلاي أي بلبلة عقائدية لأنني أنا وأبيهما قد كنا تحدثنا إليهما أحاديثا مطولة عن اختلاف الديانات بين البشر وفعلا عاد طفلانا شاعرين بسعادة غامرة ولاحظوا تطور شخصيتهما كثيرا بعد تلك التجربة لقد اختبرنا نحن ككبار وحشية العالم من حولنا ودخلنا في تجارب قاسية مع الآخرين وشعرنا بطعم الخيانة أو سخرية الآخرين منا ولذلك نعي جيدا من أين يأتي خوفنا على أطفالنا خشية أن يمروا بتجارب صعبة كالتي مررنا بها ولكن تربية أطفالنا في فقاعة لا يحميهم ولكن يتركهم دون أنياب أو مخالب للدفاع عن أنفسهم وكما علينا أن نعلمهم معاني الحب والرحمة والمشاركة والتعاون مع الآخرين يجب علينا أيضا أن نعلمهم كيف يحموا حقوقهم ويتصدون للمتنمرين من حولهم سواء صغارا أم كبارا ومن الاستراتيجيات التي تتبعتها في تعليم طفلايا المهارات الاجتماعية هي استخدام القصص سواء الشخصية أو في الكتب القصصية لإعطائهما بعض السيناريوهات لما يمكن أن يحدث في علاقة ما فقد كنت أسمع لهما عند عودتهما من المدرسة وأحلل معهما لماذا تصرفت المدرسة هذا التصرف تجاه أحدهما أو لماذا سخر هذا الزميل من رسم أحدهما وكنت أحلل معهما تلك التصرفات متناولة بعض الاقتراحات لتساعدهما على مواجهة المواقف الصعبة وفي كثير من الأحيان ما كنت ألجأ إلى مخزون القصص الذي تعلمته من القرآن والسيرة أو حتى القصص التوراتية والإنجيلية وقد ساعدت كل هذه النقاشات في ضبط سلوك طفلايا وتعظيم قدراتهما واحتمال نجاحهما في المستقبل وبمرور السنين وملاحظة تصرفاتهما في محيط المدرسة أو ناديهما الرياضي أو من خلال الأنشطة التي انخرط فيها اطمأننت على قدرتهما على تقييم الأشخاص وتقييم المواقف واتخاذ القرار المناسب حسب سياق كل موقف وعلينا أن نحذر من علاقات أولادنا الافتراضية على وسائل التواصل الاجتماعي فهناك دراسات متعددة تربط بين الصحة العقلية والتأثير السوشيال ميديا ففي كتابها الجيل الافتراضي تؤكد الباحثة جين توينغ أن أطفال اليوم المتصلين بالسوشيال ميديا تقل سعادتهم عن الأجيال السابقة وأنهم غير مؤهلين لعالم الكبار وكيف ينعكس اتصالهم بالفيسبوك والمواقع الشبيهة على صحاتهم النفسية وللتدليل على أهمية المهارات الاجتماعية لنجاح أطفالنا لا أجد دراسة أكثر فاعلية من أطول دراسة علمية والتي قام بها العالم جورج فالانت من جامعة هارفورد والتي استمرت لعدة عقود والتي خلصت للآتي واحد يعتمد النجاح المالي فوق مستوى معين على دفء العلاقات وليس على ذكاء الفرد اثنان أولئك الذين حققوا أعلى الدرجات في قياسات دفء العلاقات كسبوا ما معدلوا 141 ألف دولار سنويا في ذروة رواتبهم عادة بين سن الخامسة والخمسين والستين عاما ثلاثة لا يوجد فرق كبير في الحد الأقصى للدخل الذي يكسبه الرجال ذوي معدل الذكاء في نطاق 110 إلى 115 والرجال الذين لديهم حاصل ذكاء أعلى من 150 أربعة دفء علاقة الأطفال مع أمهاتهم حتى مرحلة البلوغ يؤثر بشكل إيجابي على قدرتهم على الكسب المادي في المستقبل وعلى صحتهم العقلية والنفسية بينما كان الرجال الذين لديهم علاقات سيئة مع أمهاتهم أثناء مراحل التفولة أكثر عرضة للإصابة بالخرف عند تقدمهم في العمر وفي وقت متأخر من حياتهم المهنية ارتبطت علاقات طفولتهم مع أمهاتهم بمدى فعاليتهم في العمل خمسة دفء علاقة الأطفال مع الآباء يؤدي إلى انخفاض معدلات القلق عندما يكبرون والاستمتاع بشكل أكبر في العطلات والإيجازات وزيادة الرضا عن الحياة في سن الخامسة والسبعين وكما هو معروف عندما يحيط الشخص نفسه بالناجحين والصالحين سينصالح حاله وتستقيم حياته لذلك من المهم جدا أن نعلم أبناءنا كيف يختارون الصحبة الصالحة وكيف يقيمون هؤلاء الأشخاص الذين سيجذبونهم للركود أو الفشل اقرأوا لهم بعد أن احتلت الشاشات الإلكترونية حياتنا للأسف اختفت القراءة والكتب من بيوتنا وللأسف فقدنا نحن الكبار الكثير منذ أن تحولنا للثقافة السريعة المعلبة على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبح انحضار القراءة ظاهرة عامة في العالم كله فقد عثرت على بعض الدراسات الأمريكية والبريطانية التي تحذر من انخفاض عدد ساعات القراءة من الكتب في حياة الجميع وخاصة الأطفال كذلك أكدت الدراسات التي طلعت عليها أن الأطفال الذين تعودوا على القراءة مع والديهم قد حققوا نتائج أفضل في المدرسة وكانت صحتهم النفسية والعقلية أكثر استقرارا من نظرائهم الذين لم يشجعهم آباؤهم على القراءة من أول يوم في حياة ابني الأكبر كنت قد اشتريت مجموعة من الكتب المصورة ومن سن ثلاثة شهور كنت أجلسه على رجلي وأقرأ له في مختلف الكتب وأشير بإصباعي للصور أمامه وبمرور الوقت اختلفت الكتب التي كنا نقرأها أنا وزوجي مع طفلينا حتى في المراحل التعليمية المختلفة كنت حريصة على أن أقرأ جميع الكتب التي يقرؤونها ويستعيرونها من مكتبة المدرسة وقراءتي للكتب التي يقرؤونها قد منحني فرصة رائعة لإجراء حوارات ومناقشات ثرية معهما ولأن أطفالنا لا يفعلون ما يقال لهم ولكن يقلدون ما يروننا نفعله لذلك كنا نجدول فترات في المساء نمتنع فيها عن مطالعة هواتفنا النقالة ونتفرغ للقراءة وكما يقول الكاتب هوراسمان أن من ينشئ أطفاله بدون كتب وبدون قراءة ليس جديرا بأن يكون له أطفال فالقراءة ببساطة هي نافذتهم على العالم على المعرفة على النجاح فبين مئات القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي ضعنا وضاع أطفالنا فخلال مشاهدتنا للبرامج المختلفة تتلاعب بنا الإعلانات وبقيامنا الأخلاقية واختلت قدراتنا على التركيز والتحقق من المعلومات منذ أن كان ولداي صغارا حرست على أن أقرأ لهما بصوت مرتفع وأذكر يوما أن قال لي ابني بعد أن انتهيت من قراءة قصة لهما بصوت عال ماما أنا كنت معاهم في القصة وغير الطفلاية لقد قرأت لعدد من أطفال العائلة الذين طالما سعدوا بذلك ولمست بنفسي كيف تستطيع قصة أن تدفع الطفل إلى تجربة ما تدور حولها القصة ولمست بنفسي كيف تستطيع قصة أن تدفع الطفل إلى تجربة ما تدور حولها القصة وفهم معاني عميقة والتعلم بل ومناقشة أفكار كبيرة حول حياة الآخرين وحياتهم أنفسهم وكلام ابني على بساطته أدهشني فقد أدهشتني فكرة أن قراءتي لطفلية بصوت عال أتاحت لهم الدخول لعالم جديد وشجعت عقليهما على التخيل وربط الأفكار بعضهما ببعض فالقراءة هي فك شفرة الكلمات لاستيعاب القصة أو المعنى أو المغزى من ورائها وهذا أمر يصعب على من لم يعتاد القراءة لذلك عندما نقرأ مع أطفالنا فإننا نساعدهم على سقل مهاراتهم في فك شفرات الكلمات وتحليل الأفكار وحتى عندما يقرأ الأطفال بمفردهم فإن القراءة يكون لها تأثير هائل على حياتهم حيث يتعلمون كيف يخلقون عالم عالما نابضا بالحياة في مخيلاتهم وكيف يتعاطفون مع الآخرين وكيف يقيمون الشخصيات المختلفة وأعتقد أنه يتحتم علينا كآباء وأمهات أن نوفر لأطفالنا القصص والكتب كما نوفر لهم الطعام والملابس وأن نناقش معهم الأفكار والمعلومات التي قد لا تتاح لهم الفرصة لاستكشافها إلا بالقراءة بعيدا عن شاشاتنا وهواتفنا وللتواصل معهم على مستوى إنساني والقراءة مع أطفالنا ستشجعهم على التحدث إلينا والتواصل معنا الأمر الذي يتضاءل حتى يكاد ينعدم كلما كبروا في العمر ودخلوا في مرحلة المراهقة بل ربما تشجعهم على الاستماع إلينا الأمر الذي يتجنبه أغلب مراهقي اليوم وفكرتي هذه التي توصلت إليها منذ سنوات طويلة قرأت ما يؤكدها مؤخرا في كتاب الباحثة شاري توركلي استعادة المحادثة والتي تربط بين قراءة الآباء والأمهات مع أبنائهم ومدى قدرتهم على التواصل معا وجها لوجه وكيف أن الأطفال لا يقعون في حب الكتب والقراءة فحسب بل يتحسنون فيها ويتعلمون أيضا التفكير بعمق والنظر في وجهات النظر الأخرى كما يتعلمون الاستماع ويتعلمون البحث التكنولوجيا لقد أصبحنا نحن الآباء والأمهات نعتمد على التكنولوجيا في مناحي كثيرة بل أصبحنا نثق في التكنولوجيا لدرجة كبيرة لتحسين وتيسير حياتنا فأنا مثلا أعتمد اعتمادا كليا على النظام تحديد المواقع العالمي الـ GPS أثناء السفر أو حتى أثناء الذهاب إلى مكان قريب وهذا جعل مهارتي في قراءة الخرائط التقليدية بل وأظن أنها قد اختفت كما أصبحت أعتمد على هاتف الذكي في أمور عديدة منها التواصل مع الآخرين إلى التنظيم اليومي إلى تذكير بأداء مهام معينة إلى معرفة آخر الأخبار العالمية إلى البحث عن وصفة جديدة لطهي الماشروم ورغم أن البعض مننا قد حدد علاقته بالتكنولوجيا ليجعلها مفيدة فشل العديد في إنشاء هذه العلاقة الصحية واستثمار التكنولوجيا وخاصة هواتفنا الذكية فيما يصلح حياتنا ويحسنها أطفالنا والشاشات الساحرة هذا الموضوع يمست الكثير من الأسر كما قد مس حياتي وأسرتي أنا أيضا فكم سمعت عن شكاوي من أقربائي وأصدقائي ومن متابعي على مواقع التواصل الاجتماعي فالآيباد والسمارتفون وكل الشاشات الإلكترونية الأخرى التي ملأت بيوتنا وحياتنا أصبحت تسيطر على أطفالنا الصغار وغدت مشكلة تؤرقنا كآباء وأمهات فهل فعلا من الصواب أن نقرر منع أولادنا من استخدام كل الأجهزة الإلكترونية؟ لقد فكرت طويلا في هذا الأمر ووجدت أنه لا جدوى من أن نمنعهم وببساطة لأننا خلال السنوات الماضية قد تركناهم يلهون باستخدام كل هذه الأجهزة الإلكترونية والتي اعتادوا عليها لدرجة تصل إلى حد الإدمان السلوكي إنه مشهد متكرر في كل بيت حيث يبكي الطفل فيعطيه الأب أو الأم السمارتفون ليلعب Angry Birds و Candy Crush يشاهد الفيديوهات والأغنيات ويستمر هذا الوضع ساعة بعد ساعة وربما يبدو الأمر بسيطا في بادئ الأمر فالطفل هادئ لا يضايق الأم أو الأب ولكن ما تحت الهدوء الظاهري هناك أمرا مخيفا فهناك نوع من الإدمان السلوكي والذي لا يقل خطورة عن إدمان المخدرات فانشغال أطفالنا بالشاشات يحفز أمخاخهم لإفراز الإندروفينات التي هي هرمونات السعادة وعادة ما تفرز هذه الإندروفينات عند شعورنا بالإنجاز وتحقيق الذات ولكن اللعب يحقق إحساسا كاذبا بالإنجاز فتجاوز مستوى في اللعبة ثم الثاني ثم الثالث ثم الثاني عشر ننجز لكن لا نحقق أي فائدة ونسيان أنفسنا أو في حالة أطفالنا أنفسهم والاستغراق في أغنية ومتابعة الشخصيات والألوان والنغمات يضعف قدراتنا وقدرات أطفالنا الدماغية على التركيز والتعلم والتطور وقد أثبتت الدراسات العلمية أن الأطفال الذين استخدموا الشاشات الإلكترونية لفترات طويلة يوميا قد انخفضت عندهم السلامة الهيكلية بين الروابط الموجودة في المادة البيضاء في أجزاء الدماغ والتي تدعم مهارات اللغة والتعلم وتوصي جمعية طب الأطفال الأمريكية بقصر استخدام أطفال للشاشات المختلفة على ساعة واحدة يوميا ولذلك أعتقد أنه قد حان الوقت لاتخاذ بعض الإجراءات والقرارات الحاسمة وقد اتبعت مع ولدايا أساليب متعددة للحد من استخدامهما للشاشات والأجهزة الإلكترونية فمثلا كي يلعب ابن ألعاب الفيديو كان عليه أن يكسب وقت اللعب بمعنى أنه لكي يتسنى له لعب نصف ساعة عليه أن يقوم ببعض الأعمال والأنشطة كالقراءة وترتيب غرفته ومذاكرة عدة صفحات من كتاب مدرسي وكنت عادة ما أربط بين هذه الأنشطة والمكافآت الزمنية التي يقضيها في مشاهدة الفيديوهات أو لعب الألعاب الإلكترونية في الأعمار الأصغر سيكون علينا نحن الآباء والأمهات أن نأتي بمجموعة من الأفكار لأنشطة مناسبة لأعمار أطفالنا وإخفاء هذه الشاشات عنهم وعدم استفزازهم باستخدام هواتفنا النقال أمامهم وأجدني هنا أفكر في إدمان الآباء والأمهات أنفسهم لاستخدام هذه الشاشات وتأثيرها على عقولنا نحن الكبار الأمر الذي ينتقل ببساطة لأبنائنا من الأمور الهامة التي وجدتها مساعدة لوضع نظام وآلية تحكم للحد من استخدام أطفالنا للشاشات الإلكترونية هي أن يوضع منبه أو ميقاتي في مكان واضح في المنزل وكنت أستخدم ذلك الميقاتي في تحديد أوقات للمذاكرة وأوقات للعب وأوقات لمشاهدة التلفزيون وأوقات للعب الألعاب الإلكترونية وأوقات لترتيب المنزل وأوقات لأنشطة أخرى مثل القراءة أو التلوين أو اللعب بالألعاب التقليدية وعادة ما يحتاج تعديل أي سلوك إلى 21 يوما إلى شهر من المتابعة المستمرة فإلى جانب إجراءات تعديل السلوك علينا استبدال العادات السيئة بأخرى مرغوبة بالإضافة إلى الحزم في تنفيذ النظام الجديد والاستعداد للمقاومة التي سيواجهنا بها أطفالنا ونوبات البكاء والصراخ تصنيفات ألعاب الفيديو هناك أمر يجهله الكثير من الأمهات والآباء وهو تصنيفات الألعاب الإلكترونية الفيديو جيمز فدعوني أشارككم أولا موقفين حدث لي منذ عدة سنوات الموقف الأول كنت أشتري فيه مع ابني هدية لصديقه بمناسبة عيد ميلاده وأراد ابني شراء لعبة محددة يريدها صديقه وأنه وعده بها وعندما اشتريتها أخبارني البائع أن تصنيف اللعبة M أي Mature وأذكر أن البائع قد حذرني من محتوى اللعبة وعندما عدنا للمنزل أخذت أقرأ ما هو مكتوب عن اللعبة فوجدتها مليئة بالمحتوى الجنسي والعنف والمخدرات والألفاظ الخارجة طبعا ولدايا لم يكن مسموحا لهما أن يلعب مثل هذه الألعاب فظننت أن صديق ابني طلب اللعبة دون علم والدته فقررت الاتصال بها وإخبارها عن الأمر فسعقني رد فعل الأم حيث أكدت لي أنها تسمح لابنها باللعب بمثل هذه الألعاب وأنها تعلم ما فيها ولا مانع لديها لأن ابنها في الثانية عشر من عمره ولا يضير أن يشاهد مثل هذه الأشياء ويلعب بها مع أخيه ذو الثمانية عشر عاما الموقف الثاني عندما كنا نزور والدي وطلب ابني أن يلعب في كفية ألعاب الفيديو بالقرب من منزل والدي وبعد فترة وجيزة جدا عاد ابني ليخبرني أنه لم يجد أي لعبة في الكفية تصلح أن يلعب بها وأخبرني أيضا أن الأطفال الذين في عمر ابني الذين لم يتجاوز الثانية عشر من عمرها حينها كانوا يلعبون هذه الألعاب المصنفة M وأعتقد أننا نسيء لطفولة أولادنا وبراءتهم عندما نسمح لهم أن يلعبوا ألعابا مليئة بالإيحاءات الجنسية والمخدرات والقتل والعنف والمشكلة أن هذه الألعاب بلغت من الاحترافية لدرجة أنها تظهر صورها وحركات أبطالها بدقة شديدة وتبلغ من الوضوح والدقة درجة عالية فتبدو وكأنها حقيقية وتميز تصنيفات ألعاب الفيديو وتميز تصنيفات ألعاب الفيديو بحروف لاتينية وأرقام يدل كل حرف منها على خصائص محتوى اللعبة فالتصنيف تي أو تين يستهدف المراهقين من سن 13 إلى 15 سنة وهذه الألعاب تحتوي على بعض العنف ولكن ليس بالصورة الموجودة في تصنيفات أخرى وعادة لا تحتوي على ألفاظ خارجة أو محتوى جنسي والتصنيف الثاني هو تين بلاس أو عشرة زائد وهي ألعاب تستهدف الأطفال من سن 10 سنوات فما أكبر وهي عادة ألعاب ليس لها أي محتوى يثير الريبة لكنها ألعاب متقدمة تستدعي المزيد من التفكير والمهار بينما ألعاب التصنيف E أو Everyone أو للكل هي ألعاب خفيفة لطيفة المحتوى يمكن للكل أن يلعبها أعتقد أن علينا كآباء وأمهات أن نعرف هذه المعلومات حتى نحمي أولادنا وبناتنا للأسف مع وجود الإنترنت في معظم البيوت قد يتعرض أطفالنا لبعض المواقف التي تعرضهم لمحتوى جنسي أو عنف قد يحدث لهم بلبلة أو خلل نفسي وللأسف أطفال اليوم يتعرضون لرسائل محملة بمفاهيم قبيحة في الإعلانات وفي الأفلام وفي أي محتوى إعلامي ترجمة نانسي قنقر